ممكن أبدأ الأول بالسؤال القانوني دلالة اعتراف الأمم المتحدة أو بالأدق إدراج الأمم المتحدة لدولة إسرائيل في القائمة السوداء تمام دعنا في البداية نقول أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي وأن تأتي متباطئا خير من ألا تأتي قرار الأمين العام للأمم المتحدة جوتيرش بإدراج الأمن الإسرائيلي أو إسرائيل ضمن القائمة السوداء له من الدلالات القانونية الكثير والكثير والانعكاسات على الساحة الدولية إذ بأن إسرائيل يكفيها خزيا وعارا أن تكون ضمن قائمة تضم بوكو حرام وجماعات ومنظمات رهابية مثل داعش والقاعدة إلى آخر سيكون لذلك مردودا من الناحية القانونية كما حضرتك تعلم أن في دلوقتي قدام المحكمة العدد الدولية وفي دعوة قدام الجنائية الدولية وفي طلب المدعي العام في الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعي فقرار جوتيرش بإدراج الأمن العام للأمم المتحدة سيكون سندا شرعيا لكل ذلك سيكون مساندا للإجراءات المتخذة أمام القضاء الدولي ده من النحية القانونية سيكون له مردودا سياسيا أن المنظمات الدولية أو الدول التي في طريقها إلى الاعتراف بفلسطين ستتخذ أو ستحزو حزو الاعتراف الشرعي بفلسطين هنشوف مجلس حول إنسان في الأمم المتحدة المقرر جونيف قبل فلسطين ليس كمراكب بل كعضو حاليا هيكون فيه الاتحاد الأوروب حاليا بيفكر أنه هو يكون يفتح علاقات مع فلسطين أنه هو يرفع دعمه عن إسرائيل حاجة هامة جدا على المستوى التجاري والاقتصادي سيكون لها دلالات كثيرة جدا جدا أهمها تصدير السلاح وتجارة السلاح أعتقد أن ذلك القرار يصب في منع تصدير السلاح إلى إسرائيل أن الحكومات الغربية نحن يعرفين طبعا أن الحكومات تنافق شعوبها ومتى انتفضت الشعوب الغربية أو شعوب المجتمع أو الجماعة الدولية كاملة الحكومات ستخطب ود شعوبها فسوف يزيد الضغط على إسرائيل في إن شاء الله أن الداخل الفلسطيني يتوحد علشان ندخل مرحلة الوضع النهائي أو الحل النهائي النهائي